السلام عليكم السويدي إلكتريك توضح حقيقة تغيير عملة قيد سومها ببورصة مصر أصدرت شركة السويدي إلكتريك توضيحاً شأن ما تردد من أنباء بين المتعاملين بخصوص وجود نية لتغيير عملة قيد الشركة بالبورصة المصرية من البني المصري إلى الدولار الأمريكي وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر رداً على الاستفسارات أن الأنباء المترددة غير صحيفة ولا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنه لدى الشركة وفي الشهر الماضي أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من شركة إلكترا إنفسمنت هولدينج ريستريك ليمتد الإماراتية للاستحواذ على 19 98% من أسهم رأس مال شركة السويدية إلكتريك لعدد 427.71 مليون سهم لقيمة إجمالية 21.2 مليار جنيه يشار إلى أن السويدية إلكتريك سجلت صافيا ربح بلغ أربع 23 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024 مقابل أرباح بلغت 3.17 مليار جنيه خلال الربع نفسه من 2023 مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 45.24 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 33.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2023 لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر